أنا عارفة أنه كان عندها فيلم وما كملش من ضمن الأفلام ده كان في الفترة الأخيرة؟ لا ولا ده كان في نص مشوارها مثلا؟ تقريباً في نص المشوار الفيلم ده كان قصة أحسين عبدالقدوس واشتراها المنتج رامسيس نجيب وكان نفسه يتعمل الفيلم ده وهي وفقت عليها وكانت البطولة هتبقى لها هي وعبدالحليم حافظ وأحمد رمزي يعني هتلتقي مع عبدالحليم حافظ بعد عشر سنين من فيلم موعد غرام آخر فيلم أقدمه مع بعض فكان الفيلم ده تقريباً هتعمل سنة 65 وكان يعني رمزيس نجيب مجهز وكان أصلاً عايز يدي الفيلم ده للمطربة ليلة مراد ترجع به للسينما تاني فحصلت ظروف وما تعملش في الدال فات الحمامة وفقت عليه وكان مفروض أنه هتعمل نسختين نسخة إيطالي ونسخة مصري نفس الفيلم النسخة الإيطالية كان اسمها سبع ايام في الجنة والنسخة المصري كانت دعني لولدي وراحوا بالفعل وصوروا في أسبانيا وعمل مشاهد جميلة جداً وفريق العمل الأسباني كان واقف منبهر بأداء فاتن حمامة وهي بتصور المشاهد دي لكن للأسف يعني جي بعد كده سفر عمر الشريف للدخول بقى في مرحلة العالمية وكده فعلاً كان لها دور سازمهر في وصول عمر الشريف للعالمية؟ هي طبعاً هو الدور مش بشكل مباشر يعني هي ما شورتش عليه لكن الدور إن هي كان ممكن تضحي وفعلاً ضحي بنفسها كفنانة وكان عندها استعداد تروح تقعد هناك معاك كست بيت كزوجة وهو أثناء ما بيشتغل في الأفلام وما كانش عندها أي غضاضة من هذا الموضوع وكان عندها استعداد تسند وتقف وراه وده تضحية كبيرة جداً لأن فات الحمامة لما اتعرفت الأول مرة على عمر الشريف وبعد كده يتجوزه كان محدش يعرف عمر الشريف وكانت هي سيارة الشاشة العربية وكانت أهم نجمة في الوطن العربي قبل ما يتجوزه فكون إن هي تقرر إن هي تضحي وإن هي تقعد وتبقى زوجة وأم وتستنى ويروح ويشتغل ويبقى عالمي والدنيا كلها تشوف وهي يعني تبعد عن الأضواء دي طعا أنا في رأيي تضحية مهولة يعني جبيرة جداً الحب بقى الحب يصنع المعجزات